اشتركوا في القناة أطفال التونسيين حاملين الأعلام التونسية والسلسطينية ومحركين لها في وقفة تضامنية مع أطفال غزة والظفر الغربية مهرجين ممتاز مستقبل كبير مرحبا بالسيدة المتابعين على قناة نيوميديا تيفي من مدينة التاقافة الشادلي القليبي بتونس باش نواكبو فعاليات افتتاح أيام قرتاج لفنون العرأس برشة مشاركين وبرشة تصاميم مختلفة لعرأس الماريونيت عروض الصغار وعروض الكبار خلينا نكتشفهم بعضنا تابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ممكن خلي الناس تقول معناها الحاجة هذي لا تفرحك نورمان تبعا الحال تفرحني برشة ونفرح برشة كي نشوف برشة أصدقائي توا فنانين معناها في مجال طفولة اللي كتبت لهم ولحنت لهم قاعدين سادة شادين اثنين خطر واحد ما نجمش برشة واحد مثل هذي هي المهرجانات كيفاش نجم تفيد الفنان اللي ينتج الأطفال؟ اللي انو المهرجان هذي هو بالأساس مهرجان ماريونات الماريونات تنجب تتحرك بالموسيقى تنجب تتعمل لها مسرحية كاملة موسيقية دونك الموسيقى ما عندك فين هرب منها لازم يكون فما الجانب هذي الموسيقي في العروض بتاع الماريونات قاديش عندك توا ملي قاعدة واكب في المهرجانات هذي؟ براسك خمسة سنين براسك ما عملي بديت نواكبه وحسن سلامي مشكور ديما كل ما تبدأ فما تظاهر بها عيتلي والمرة ذي خطر صناعة الماريونات متاعي بديده هذيك عليش توا بش ندخلوه في حكاية الموسيقى ونعملو خدمة بها حاجة جديدة يعني؟ بتبات الحال ديما عندي جديد الكل عام تسمعه كان جديد عسليما سيقبل كل شي محلي هلوك هذي؟ مرسي مشاركتك اليوم في اي مقارتاج لفن العرأس فيش تتمثل؟ انا متعاقدة مع المركز الوطن اللي فن العرأس أميرا لويتي نخدم تسكية كوستوم ماكياج كواف الكوستوم الديه مستوحة من من قصص الأطفال والكارتون ديجا تنكر بيل قصص محاببة للأطفال انا عملت انسبراسيون منو عملت الكنسبسيون والكوستوم رياليزازيون والبستو اينا شخصية محاببة للأطفال هي مستوحة من هكا شخصية محاببة للأطفال سلامة انا رانيا بن عمر مغيوناتيست اليوم شاركت في المهرجين أيام فنون العرأس اي شاركت في مهرجين أيام فنون العرأس هيدوما لمغيونات متاعي انا عملت هل تربين عليهم من الصغراء؟ نعم انا خمسة سنين نخدم فيهم اليوم انا فرحانة بارشة الي انا عملت معرص في مدينة الثقافة وكهو نجمو نخدو مع اختك كلمة زادة؟ انا واختي زوس نخدمو مع بعضنا عصلي ما انا انا تيسير بن عمر بانتخ اليوم قدم دو تابلو تابلو يحكي على فلسطين فيها الدليعة اللي هي ترمز الفلسطين احمر واخضر واكحل وكل نعمل ديزاين العرأس اللي هم العرأس التقليدين كما قاعدين تشوفوا نعمل فلسطين نعمل فلسطين مع السنطر ناسينا الدارة بالتوفيق انا فرحانة بارشة اللي انا لوني اليوم فرصة يسلم زينا اصباح لو ان شاء الله ربي يوفقك انا شكرا عسيمة مادام شاركتك اليوم فاش تتمثل اليوم عندي ديفيه عندي ديزاتوليه عدد وعن 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 ومعاهم وعن 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 هذا شمن دورة شاركت؟ هدي اول دورة ما ربي وفقك؟ عيشك مرسي بيين مرحبه بيكم نورتو أسلامة مرحبا بكم حسن الموري في مهرجين يام قرطاج فنون مسرح العرايس دورة الخامسة حسن الموري خريج المعهد العالي فن المسرحي تونس دورة الدفعة الأولى في فن العرايس الأكاديمي في المعهد العالي فن المسرحي تونس تجربتي كانت بعد التكوين هي بالأساس البحث عن الدمية التونسية الدمية التونسية اللي اليوم شارك بها والقناعة التونسي اللي اليوم شارك به اخترتها بشكون إيكولوجي من روح الواحة بتاع جابس من بقايا النخلة من روح ليش سميت روح النخلة بقايا النخلة ما يتبقى من النخيل في واحد جابس عملت لها رونيسانس أرتيستي إعادة رسكلة أو إعادة تدوير فنية في شكل عرائس دماء وأقنع كما لموجودين اليوم في المعرض المهرجين في بهو مدينة الثقافة الشادل القيبي في تونس مشاركتي الأولى في المهرجين الدورة الخامسة مش تكون في المعرض اللي هو موجود الآن انت جاي تروح النخلة وورشة ستدوم أربعة أيام من انت انطلق نهار خمسة فيه فري ان شاء الله ربي مع إطارات الطفولة والشباب مرحبا بكم نحن شوفنا برشة تصاميم مختلفة لكن تصاميم يضوما لحقيقة سبيسيال شوية محليهم خاصة كي زد قلت لنا اللي هما من النخلة يعني هذا هو تميز تميز اللي في الدمية اللي أنا قدمتها للمهرجين في الدورة هذي هي الخامة الخامة وتكون روح أخرى جنر آخر دي على خطر الخامة اللي بنيت عليها هي دي جا تونسية سعى من الأساس من غادي بدت الرشارشة متاعي حتى شلن حبيت نوصلها وما زلت بش نزيد نطور ما تلقي هاتي النخلة من كرنافة متاع نخلة من التسميات اللي ممكن ممكن ما يعرفوهمش في بعض الجهات النخلة اللي بقايا متاحها كيف ما نقوله الكرنافة اللي هي عملت منها طرنش من جريدة اللي يابسة بعد ما تعتش وتشيح وإلا الفلاح ينظف النخلة بش طي شدي شي نستغل السبونطيل ونصنع منها الدماء متاعي وأقنع هذا هو التميز اللي يخلى الأشكال وممكن في بعض الناظرين معناه ولا المشاهدين ولا المشاركين في العملية البدعية اللي جبتها للمهرجين روح النخلة يتسائل يقول تكنيكهم وروحهم حاجة أخر واذا يلاحظت في زواري الأمانة برش ناس شاركوني نفس الإحساس هذا كون مختلفة ما هيش ما هيش أرتيفيسيال جوستو مع هذك هو تميز إن ما هيش ما هيش أرتيفيسيال ما هيش حاجة مطيار بروت لوح متاع نخلة في ظل من نخلة بقا عملت له رنسانس أرتيستيك سميته بوها سميته حربوشة سميته دعبس وصيصة لبرسوناج عندي اختصار حبيت نشوف في ثنية أخرى التسميات اللي نختارهم للشخصيات يكونوا من نخلة باقي اللي كما السيصة كما هي مرحلة من مرحلة عمر التمر كي يبدأ أصمهوش أصفر لكن ما يتكلش سميت هاسيسة جنر للنفون أقرب للصورسير ومرشة الرشيرش ما زلت في بداياتها ما زلت ندب ما زلت نمأمن بالمطيار متاعنا التونسية العروسة التونسية الإيكولوجية وإن شاء الله نعجب الناس بالتوفيق إن شاء الله عايشكم أحلاكم موسيقى 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 وقفت صارها في عرق الأكبار نهوك المنون ويحيا الوطن في زن ستها وكثير عليها لأره السواعي الشرير عنها إلى عزك ونسك لا نسكها يا حمال المنان فنننوا ونننوا بأس فمن الباب سارها في عرق الأكبار نهوك المنون ويحيا الوطن موسيقى 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 والحلمة ماشية وتكبر وتيقف على ساقيها نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونعمل خيوط لعرايسنا بشتقض الضحكة في علم الصغار والفرحة في قروب الكبار موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ضيوفنا الكرام من تونس ومن كل أنحاء العالم الحضور الكريم من مبدعين وإعلاميين وعرائسيين حللتم أهلا ومرحبا بكم في مهرجانكم أيام أرتاج لفن العرائس في دورته الخامسة إذا كان لابد من تحريك فلن نكون عرائسة يحركها الغير نحن اليوم من مدينة الثقافة الشجر القريبي بتونس نصنع العرائس لنحركها لا ليحركنا الغير كعرائس بلا أرواح اليوم ترحب بكم عروسة يوسف بشعرها الكيرلي ذلك الطفل الجميل العبيضاني الحلو كما وصفته والدته هذا الطفل الذي طالته يد الغدر في غزة فالتحق بجحافل الشهداء هذا الطفل ما زال حيا فينا اليوم في افتتاح هذه الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس تجمع مئات الأطفال التونسيين حاملين الأعلام التونسية والسلسطينية ومحركين لها في وقفة تضابنية مع أطفال غزة والظفر الغربية سبق تتلقى تقاطع ه pakai الشكل فرحة أنا نحب لي كلا بي في العالم وجيدا نحب العبادي يقول لي ومع أتبع بلزيكولوجي حيث توقف من حالم كنا نقولنا قوعة بتحديد وتوقف الفلسطين من إسرائيل والله بيعوالها منهم نبخي نتماني لفلسطين السلام وأعز حاجات فلسطينية تكون عادة نتماني السلام 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 عجبني أكثر فلسطين برشة حاجات عجبوني برشة برشة كيف تتمنى الفلسطين؟ يقفص الحرب ونحبها برشة نحب برشة فلسطين وطحية فلسطين ونحبها برشة 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 شكرا 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 برشة محليش عادة تولي يوسف تتمنى الحليش عادة تلك يوسف تحت اكتشف معنا العروضة لبش هيتعرضو للصغيرات ما رجعنا؟ اي ايعا اي نكتشف مع بعضنا العروض للصغيرات؟ موسيقى موسيقى ماذا رأيك في الأجواء اليوم؟ عجبتني بارشة ومزينة وعجبوني العروض والمسرحيات وباش نجي من وانوال نجي ونفرش وعنه أحسن عرض عجبك اليوم؟ متاع الصندوق العجاب وعنه أحسن عرض عجبك؟ خاتم عاليس خاتم عاليس أعجبني الافتتاح أحسن عارض نبقى ذا الافتتاح ذا التفارش ها فيه تعب إلى اللقاء أنا أعرف هذه الرائعة أنا أحارس هذه الغعبة أحارس هذه الغعبة ولكنني لا أعرفت أنا نيئة ولكن ماذا تفعلين هنا يا صغيرتي هيا نقل مستان الأخار جميل وشي يبحق خصر محيل هيا ملدال الموسيقى فغزلتكم جد رشيقى ما دام لو تعطينا رأيك اليوم في افتتاح مهرج قرتاج لأييم فنون العرأس في دورته الخامسة اليوم عملنا كيف وعملنا جو وفرصة بش نفقو وفرصة بش الصغيرات يجووا يشوفوا فن العرأس على خاطر من خلال الفن هذية يتعلموا بارشة حجات يتعلموا الدنيا يتعلموا كفش يتصرفوا يسمعوا حكايات يشوفوا عالم آخر يخليوا الخيل متاحهم يتطوروا وينموا دونك سي مانيفيك خارق العادة صحة وفرحة رسم كاريكاتور صحف مثل الاكسيون نوتون وصباح وغيرها فضل مبهر بالفريق الخاص بالتنظيم هذا وخاصة العصفور الطائر الأسامة الماكنة حقيقة كان منسق محترف ما بين كافة أطراف العرض وفرحة برشة باللمسة لبسة الوفاء للمسرح الرئيسي نسعد المحواشي أخونا العزيز اللي غادرنا في منها بحرقة وتحية منها نقولوا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه أنا مدير فني المركز اللي غادرنا يعني العرض قدموه شباب العرائسيين في تونس حسيم الماكني مع الثلة من العرائسيين الممتازين كان عرض رقيق في الحس ممتع بخلافت عدد الفقرات متاعه فيه بيرفورمانس يعني ممتازين من أحلى بيرفورمانس العالم في تونس وكان عرض رقيق ويبدأ من الساعة الخامسة مساء يعني التوى وتوى عرض جوزي اللي هو العروسة العمناقة ثم عرض إلى لقاء إلى روح سلاسة المحواشي يعني مرحبا بيكم مرحبا بيكم لو تعطينا رأيك اليوم في الافتتاح والله اتعدى افتتاح بيهي يعني أحسن عرض أجبك الحقيقة العرض لكل كانت في المستوى ما كانتش فيما عرض طايع لكلها سواء من الأخراج من الكن متناوع كان فيه برشة أنواع من العروض متاع مسرح العرائس تقريبا الأنواع لكل تشملت وتعدى افتتاح بيهي برشة معنا مهرجين ممتاز مستقبله كبير مشي شجع مهرجين ممتاز تزيد يطلع في العوام القادمة ومش يكون عنده أكثر قيمة في العالم لأنه تعرف مهرجين تدومه مش برشة في العالم تونس اليوم عندها مهرجين هي أول دولة عربية وأفريقية تعمل هذه النوعية من مهرجين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر